اكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على مواصلة تعزيز مسارات العمل العربي المشترك للوصول إلى المزيد من التكامل والتعاون على الصعود كافة مشيرا معالي إلى ما تشهده مسيرة التعاون العربي المشترك من تطور ونواء ونماء متواصل في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بمجالات التعاون المالي والاقتصادي بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة ويعود بالنفع والخير على الدول العربية وأبنائها كافة جاء ذلك لدى لقاء معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وذلك في إطار زيارة معالي لجمهورية مصر العربية الشقيقة لحضور حفل جائزة التمييز الحكومي الذي تقيمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حيث أشار معالي إلى ما تحقق من منجزات طيبة في مسيرة العمل العربي المشترك وأهمية موصلة البناء على ما تحقق نحو المزيد من التطلعات والمصالح المشتركة لفتا معالي إلى الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك في العالم العربي بما يعود بالخير والنماء لصالح الدول العربية هذا وقد حضر اللقاء الدكتورة هالة سعيد مستشار رئيس الجمهورية العربية المصرية للشؤون الاقتصادية وسعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب وسعادة السيدة فوزية بنت عبدالله زينال سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية كما جرى خلال اللقاء استعراض سبل تنمية التعاون والتنسيق في كافة المجالات وخاصة فيما يتعلق بالمجالين المالي والاقتصادي إلى جانب مناقشة أخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة